أنا حابب أتكلم مع جمهينا دي الأهلي في نقطتين مهمين جداً وهبدأ الحياة بين قصة موسيماني فاكرين موسيماني طبعاً موسيماني بالأرقام بتحب فترة موسيماني أو كنت على قناع بأنه موسيماني مدرب كبير أو كنت مش مقتنع بالمستوى أو بالأداة اللي بيقدمه الأهلي تحت قيادته ده شيء وتجربة موسيماني في حد ذاتها شيء تاني وهنا لما أتكلم عن التجربة أنا أتكلم على الأرقام وعلى إحصائيات أتكلم على واحد من أنجح وأكفأ المديرين الفنيين اللي في ظل ظروف صعبة جداً تولى المسئولية مش عايزة أفكركم بتاريخ وأدخلكم في تفاصيل لكن الراجل حقيقة جيه من الدار النار ومن يوم ما تم الإعلان عن التعاقد معاه وهو بيتعرض لكم كبير جداً من الضغوط النفسية والإعلامية بشكل كبير جداً وده يمكن كان واحد من أهم الأسباب الرئيسية لدفعة موسيماني أنه ياخد قرار أنه مش قادر يكمل مشواره نظراً للضغوط دي إحساسي الشخصي وقرايتي للمشهد أنه نفس السيناريو ده بتكرر مع مرس الكر ليه بقول الكلام ده لحضراتكم لأنه اللي بيتابع أنا مش عايز أدخل في تفاصيل مباراة القمة لأنه خلاص بالنسبة لي صفحة وتأفرت لكن الحقيقة اللي بيتابع ردود الأفعال في الأعلام الرياضي واللي بيتكلم سوى باسم النادي الأهلي أو غير النادي الأهلي على توابع المباراة زي ما منكلم على الفاكرين توابع الزلزال هو توابع المباراة بالضبط كده يبدو أنه في الأمور حاجة تحتاج إلى وقفة من جمعين نادي الأهلي العظيمة الحقيقة وأنا ما عنديش شك أنه الغلبية الكساحة أو الغلبية العظمة يعني من قبل ما أقولي الكلام ده هي فهماء وعرفاء واخدى بالها منه كواس جدا لكن ما فيش معنى أنه إحنا نزدكم من الشعر بيت واحد الأهلي حقق إيه الموسم ده مع مارسل كولر إحنا حتى اللحظة اللي بنكلمكم فيها وإحنا وصلين قبل نهاية دوري أبطال وبإذن الله إن شاء الله عندنا القدرة نوصل المباراة النهائية وبإذن الله يكون اللقب 12 في تاريخ النادي الأهلي وعندنا بطولة دولي حسبيا ورقميا ممكن يكون الأهلي مش في أفضل أحوال ولكن إحنا الأقرب بإذن الله لتحقيق اللقب ده وحققنا إيه قبل كده حققنا بطولة كاس النخبة أو كاس السوبر في شكلها الجديد حققنا بطولة كاس مصر على حساب ندي الزمالك المصري حققنا مركز ثالث في بطولة العالم للأندية وفوزنا وقدمنا فيها واحدة من أفضل بطولات كاس العالم عداء ونتائج وقابلنا فيها فرقة كبيرة جدا وحققنا برونزية رابعة في التاريخ دي إنجازات الموسم ده بس مع كولر مش هكلمك على دوري أبطال مش هكلمك على دوري وكاس مش هكلمك على ست بطولات حققهم الأهلي مع مرسل كولر طيب مختلف أو متفق على أنه كولر مدرب كف جذير بتولي المسئولية إحنا عندنا الصعب لسه جاي ما فيش تغيير من كل الكلام اللي تحصل على السوشال ميديا فترة الأخيرة دي أولة ألف بعض البرامج للأسف اللي ممكن تبقى يعني مش مقدرة حجم المسئولية العالمية على السوشال ميديا أنا مش عارف مين بيكلمني الناس بتتكلم وهي عادة في التكييف من وراء شاشة الكمبيوتر معرفش هو حقيقي منتمي وغيران علي ولا هو لجان إلكترونية ولا هو بتاعتصفية حسابات ولا هو صفحة مدفوعة الأجر أنا مش عارف مين اللي بيتكلم مش عارف نوايا إيه وما قدرش حسبه على هو اللي بيقول لكن لما يحصل ده من ناس بتطلع على شاشات لا لازم يبقى لينا وعرف لما يتقال إنه إدارة الأهلي خدت قرارات في أعقاب الخسارة أمام نادي الزمالك بأنه رحيل أنا مش هذكر أسماء مش هذكر أسماء لكن اللي تقال وتكرر في أكتر من برنامج وتنقل على صفحات سوشال ميديا تمن أسماء تمن أسماء خد الأهلي قرار برحيلهم وده مش ممكن أبداً ورجع بذاكرتك ورجع التاريخ وشوف إمتى الأهلي كان ليه أي رد فعل نتيجة خسارة مباراة أو حتى نتيجة خسارة بطولة عمر ده ما كان منهج ولا سياسة نادي الأهلي التقييم في نهاية المشوار وارد جداً جداً الأهلي يحقق بطولة أفريقيا وارد جداً جداً الأهلي يحقق بطولة الدوري ده السيناريوهات مش مستحيلة على فكرة يعني إن شاء الله قابلة جداً للحدوث وبالتالي التقييم هنا هيكون في نهاية الموسم سواء بالنسبة للعبين المستمرين سواء بالنسبة للصفقات الأهلي محتاجها سواء بالنسبة للجهاز الفاني سواء كان عنده رغبة أو فيه اتفاق من الطرفين برغبة في الاستمرار أو في نهاية أو نهاية التعاقب كل الكلام ده مش ممكن أبداً يصدر من إضافة النادي الأهلي في التوقيت اللي إحنا فيه وإحنا عندنا بعد أقل من 72 ساعة مواجهة في منتهى الصعوب وإنت مش عارف حتى في وص الغيبات دي عبدالقادر كان بعيد جداً كان بعيد جداً بقاله فترة طويلة وناس كانت بتكلم على إنه عبدالقادر هيمشي في الشتاء لا عبدالقادر هيمشي في الصيف لا عبدالقادر مش عايز إعارة لا عبدالقادر عايز استغناء نهائي لا عبدالقادر اتفق مع نادي في الخليج لا عبدالقادر اتفق مع نادي عبدالقادر رجع وتعلق في مباراة الزمالك وقدم مستويات هائلة جداً تؤهلوا الحقيقة أن يكون واحد من الأساسيين في الفترة المقبلة خصوصاً في ظل الغيابات الكتير الموجودة تمرد بيرسيتاو بيرسيتاو مسافر مع الفريق وارد جداً تشوفه في تشكيل مباراة مازينبي فالقصة بس اللي عايز أقولها لحضراتكم الدروب اللي حصل ده ما تخلوش الناس تستخدمكم فيه عشان توقعوا فرقاتكم مهم جداً جداً في اللي جاي بالذات مباراة مازينبي ذهاباً وعودة بإذن الله إن شاء الله يتكون تذكرة عبور الأهلي للمباراة النهائية ترجمة نانسي قنقر